رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قال إن إيقاف العمل بقرارات وتوجيهة لمجلس الوزراء السابق يعد سابقة خطيرة ويؤسس الحالة إرباك تعاني منها شرائح واسعة من المجتمع أضفى في بيان له أن الإلغاء يمكن أن يمتد إلى كل القرارات الحكومية السابقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصلحة المواطنين وستعاني الحكومة الحالية منه لأنه سيمثل طاعنا لقراراتها خصوصا وأنها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وأن أليا تختيارها شابتها مخالفات دستورية